بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعذب الله من شره لأفسه ونسيات عمالي من يهده الله فلا من ظل له وم يضلل فلا هادية له أشهد أن لا إله إلا الله وحضر لا شرك له وأشهد أنه محمد عبد الرسول نتكلم بإذن الله تعالى عن صفة الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وآتكلم يليسون الله تعالى عن صفة الصلاة ليسوا الله تعالى عن صفة الصلاة ورحمة الله تعالى عن صفة الصلاة نعم الأصل أن المسلم يتطهر في بيته يعني يتوضع ويخرج مستعداً للصلاة في بيته يلبس أحسن الثيار يمشي إلى المسلم أو يركب لا إشكاء المسلم أفضل يخرج إلى الصلاة في سكينة في الهيئة ويقار في الحركات يعني لا يخرج المسلم وهو يجري أو يهرول أو يرفع الصوت مثلاً أو يكون مشمر نعم 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 فإذا وصل إلى المسجد يجعل الدنيا خارج المسجد لا يدخلها معه المسجد يحرم عليه أن يبيع ويشتري في المسجد نعم خارج المسجد يرحل في كل جهو الجهو في المسجد كذلك ، 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 إنشاء الضالة البحث عن الأشياء المفقودة الأمكان لكم في المسجد نعم كذلك إذا دخل المسجد الآن يقدم الرجل اليوم في الدخول يقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا خرج يقدم الرجل اليسرى مع الدعاء الآن عندما يدخل للمسجد إذا وجد الصلاة قد أقيمت يعني الإمام دخل في الصلاة يدخل يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل مع الإمام على أي هيئة يكون عليه الإمام قائم راكع ساجد حتى ولو كانوا في التشهد الأخير ما يدخل في الصلاة يحدث في المسجد للمسجد على المسجد الأخير فإذا كانوا في التشهد الأخير يزعى في المسجد الأخير ، للمسجد الأخير ، يستمر أن يكون الإمام نعم يتابع الإمام حتى انتهى الإمام يخرج من الصلاة ثم يقضي ما فارث نعم فعلى ناماً لماذا ترقب في ناماته فعلى ناماته ترقب في تحقيق النامات لدينا نتحدث عن المساعدة تدرك الراقع بإدراك النام قائماً أو راكعاً؟ في ناماته ترقب في ناماته لكن إذا لم يدرك الإمام قائما أو راكعا فلم يدرك راكع لابد من القضاء إذا لم يدرك راكع في مسجد، قد يرغب على السلاة أخشارك، فما يبدو أن يعرض الإمامك بوضع انظرنا إذا إذا لم يتكرك في المسجد في المسجد فوالإمام لم يصلون على السلاة، ماذا يصنع؟ إذا كنت أردت أن نماذ بسلمة وإمام نماذ بسلمة نامت ملي نعم الأصل أنه يتقدم إلى الصف الأول الرجال يتقدم يعني لا يتأخر في الصف الأخير يتقدم إلى الصف الأول نعم إركاك سلارتين إن قوي ثاف إن برنج ثاف إن إمام إيذن ناق ثاف نعم يتقدم يصلي إذا كان لهذه الصلاة سنة قبلية كالفجر مثلا فيوصلي راتبة الفجر ركعتين إذا لم تكن لهذه الصلاة سنة قبلية مثلا كالصلاة المغرب يوصلي ركعتين قبل أن يجلس تحية المسجد إذا لم تكن لهذه الصلاة سنة قبلية كالفجر 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 فهي الذي يجب في المفصول صلى الله عليه وحصول صلى الله عليه وسلم يجب علينا النامس لكنه يا صلى الله عليه وسلم يتمها بسرعة وإنه يُسلموا وإنه لا يدخل مع الإمام إذا كان سنتيولي الذي يمكنك الطرير في كبير لا يمكنك الطرير في المستقبل يعني في الكبير لا يمكنك طرير النامز في المستقبل والمترجم والصلاة هذا اللّه عز بلو جيوه حكيم